أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تلقي قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة بلاغا بشان تعرض طائرة تدريب لحادث بعد فقدان الاتصال مع شاشات الرادار عقب إقلاعها بنحو عشرين دقيقة وكان على متنها مدرب وطالب من جنسية أجنبية وتم العثور على جثة الطيار المدرب على سواحل إمارة الفجيرة فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها وتحقيقاتها للعثور على الطيار المتدرب وجسم الطائرة وتحديد أسباب الحادث